ماري منصوراتي واردة اللبناني المفقود منذ أكثر من عشرين عاما داني منصوراتي نموذج صارخ لقضية مئات المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان بعد دخول القوات الإسرائيلية بيروت عام 1982 بدأ ملف المفقودين بالظهور في لبنان وكان يضم آلاف الحالات التي تشبه حالة منصوراتي الساحة اللبنانية شهدت حروبا كثيرة حتى بعد انسحاب إسرائيل فقد نشبت نزاعات مسلحة حتى بين رفاق السلاح منصوراتي تقول إن ابنها في أحد السجون السورية هو عايش من شي سنة وحدة راحت زارته وخبرتني كل شيء الدولة اللبنانية ما سألت على المخطوفين صلنا عشرين سنة منشتبع بالقيمة ما شفنا واحد من الدولة شفنا صحفية وأجانب وهيك شيء وقد اعتاد أهالي المخطوفين في لبنان على الاعتصام في هذه الخيمة أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت منذ سنوات في محاولة لتحريك ملف ذويهم المفقودين أكثر من ربع قرن مر على غالبية الحالات إلا أن شعلة الأمل بلقاء الأحبة لم تنطفي لدينا برنامج بدأ قبل عامين تضمن جمع البيانات من أسر المفقودين وسيتم تسليم هذه المعلومات إلى لجنة وطنية لبنانية اعتبرت الدولة رسميا أن كل مفقود منذ أكثر من أربع سنوات يعتبر في عداد الموتى ورغم هذا القرار فإن الملف لم يطوى بعد بل تصاعد مع تطور الأحداث في سوريا وشكل ضغطا سياسيا على الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ نهاية الحرب نحن نطالب بالتعويض والحق في معرفة مصير المفقودين ذهبنا إلى القضاء لكن الحكومة رفضت أن توفر لنا الوثائق لاستكمال الملف وأظل الثالث عشر من نيسان ذكرى بدء الحرب الأهلية اللبنانية موعدا يتجدد في قضية المخطوفين التي تعجز الدولة اللبنانية عن إيجاد إجابات على أسئلتها التي لا تنتهي ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى